أهلا وسهلا بكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا وإفطارا شهيا بإذن الله أول فريق مصري يشارك في بطولات إفريقيا لكرة القدم هو فريق النادي الأولمبي عام 1967 ميلاديا أسرع هدف في كرة القدم في العالم سجله اللاعب البرازيلي ريفالدو بعد خمس ثواني من بدء المباراة أسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم كانت من مصيب حارس المرمى الإنجليزي ماركس نيثا بفريق كيرو وطرد بعد 19 ثانية من بداية المباراة مع السلامة نلتقي مع معلومة جديدة في الحلقة القادمة